هاي جايز انا احمد النارده جايبي في فيديو جديد حاوي اتكلم فيه عن الهاجرز وانواعهم الهاجرز مش مجرد واحد شرير ووحش لا فيه انواع ليهم تصنيفات بحسب شخصية كل واحد اول نوع وهو الوات هات اقط طقية دي مش ابيض بس ماشي واحد وخلاص اعتبرها ابيض المهم شخصية الوات هات بصوا اي حاجة هيعملها قانوني اي حال عمره ما هيختارك اصدقاء وعمره ما هيختارك اي حال زميله في الشغل مش هيعمل اي حاجة من دي اي حاجة بركنوني عموم هيعملها كل حاجة بالورق كل حاجة هيجي يعمل في شركة هيبه في عقد وكده اللي هو مسلا هيعمل كذا 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 كل حاجة في العقد وعشان يضمن الحقه وكمان يضمن للشركة حقه اللي هو مش هيبوز في حاجة وكده وهو اصلا عموم هيبوز في حاجة لانه هو شخص الهاكرز الكويس او اللي هو بيتقال عليه ويتهاد قبعة البيضة فهو شخص التمان بعد كده بعد كده البلاكهات اللي هو بصوا انتم مش هتعرفوني هويتي مجهولة بس كأثيري جامد عليكم ممكن ما زمكو هيقعد يقول ويقول إلا أنا بعمل كل حاجة عشان الفلوس بس دي مش الحقيقة دي الجزء من الحقيقة أنا ساعة بختارك عشان تحدي متعة فيه في النظام ده حاجة عجبتني أعيز أكثر النظام الأمن ده عايز أوريهم حجمهم وفيه ساعات تانية أنا بكون عايز اوصل رسالة ممكن الويت هاد يوصل رسالته شوية بستاطة على الفيسبوك بس أنا اللي هامل تأثير كل واحد هيتأثر بي كل الناس بيخافوا مني وعارفيني أما الويت والجلاي مجرد ألوان ملهاش تأثير في الكون ده وأهم حاجة تعرف عني بتش هتعرفني بس هتشوف تأثير بس هتعرف أنا ساكن فين بس هأثر فيك في كل حاجة في كل حاجة في حياتك هأثر فيها وبعد كده روح للبعد بعد كده جرايهات بصوا كل اللي اقول لكم لو هيبدل من الويت للبلاك بس جرايه في النص هو ساعات يبقى كويس ساعات يقولك على هويته يقولك على معلومات ساعات ممكن يختاركك ساعات لا عمره ما هيعمل حاجة قانونية ساعات يشتغل في الشركة وبعد كده وعمره ما هيخلف القانون ساعات تانية لا هيخلف القانون بشخص مزاجي كده شوية هنا وشوية هنا بس في الاخر ديت مجرد أسماء ممكن الواحد يكون بين الشخصيات كلها في السؤال بتاع هو شخص دو بلاك ويت حاجة غبيع جدا لان الوقت اهنا ما نقدرش نعرف يعني مفيش حد بلاك طول حياته او هو ما بيعملش حاجة الا البلاك او حتى ويت طول حياته ما بيعملش حاجة الا الوايت لا هو بيبقى ساعات انتقالات بينهم هو ما بيبقىش يعني الشخص ممكن يكون بدأ حياته بلاك هات بعدها بقى جراي بعدها مثلا بقى ويت او اي حاجة خلطة بين الحاجات دي مفيش حاجة اساسية بس كلهم مشتركين اللي كلهم عارفين حاجات في التكنولوجيا انت كشخص عادي مش عارفة بيقدروا يخترق النظام الروق المشاكل اللي فيها وفي الاخر لو عجبك الفيديو اعمل لايك اشترك في القناة وشغل الجلس عشان ما يفتكش اي فيديو والسلام بعدها يجري بعدها يجري اشتركوا في القناة